تونس بين الرئيسين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس البرلمان راشد الغنوشي الرئيس قيس سعيد جذب الأنظار بخطوته الجريئة بتكليف هشام المشيشي بتكليف الحكومة الجديدة والسبب هو كون المشيشي من خارج الدائرة الحزبية أصوات رأت في خطوة سعيد جرأة تحسب له كونه واكب مزاج الشارع الذي بدأ يفقد الثقة في البرلمان بينما رأت أصوات أخرى في قراره انقلابا مبطنا على الشرعية وإعادة إحياء لما وصفوه بالدكتاتورية لكن تبقى الحصيلة النهائية لقرار سعيد رهنا بالظروف فإما أن ينجح المشيشي في تشكيل الحكومة عبر محادثات صعبة مع الأحزاب وإما أن ينتهي الأمر إلى حائط مسدود وبالتالي تكون الدعوة لانتخابات جديدة أمرا لا مفر منه أما راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي وزعيم حزب النهضة فيبدو في موقف صعب هذه الأيام مع محاولات عديد الأحزاب لسحب الثقة منه النائب المستقل المنجي الرحوي قال أن هناك اتفاقا بين الكتل البرلمانية على أن تتولى سميرة الشواشي نائبة الغنوشي خلافته في رئاسة البرلمان أما كتلة الإصلاحي فحذرت من أن هناك محاولات لترهيب النواب الذين وقعوا على لائحة سحب الثقة من الغنوشي من أجل التراجع لكن حزب تحية تونس فقد خرج ليؤكد استكمال الأصوات المطلوبة لسحب الثقة من الغنوشي والحصول على 109 أصوات